اشتركوا في القناة المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصصها حيزاً هاماً لكيفيات الخماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذلك تدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات ولمخططات الوقاية من أخطارها وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات وتدبير أحداثها وارتباطا بمشروع المرسوم رقم جوج 23-725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 18-738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440-30 نومبر 2018 بإحداث منطقة تصدير الحراء سوس ماسا قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47-09 المتعلق بالنجاعة الطاقية قدمته السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ويأتي هذا المشروع لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نوفمبر 2022 تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة وقد واكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العبلية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نوفمبر 2022 ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجمبر 2022 كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية وهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة السادسة من القانون 47-09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية وانتقل مجلس الحكومة الطلاعي على اتفاقيات دولية قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ناطق رسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجي والتعاول الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ويتعلق الأمر بأولاً اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية السيراليو الموقع بالداخل في 28 أبريل 2023 ومشروع قانون رقم 3023 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ويهدف هذا الاتفاق إلى إقرار النظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها ثانياً اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة الموقع بالرباط في 11 يوليو 2003 وسيتم بموجب هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين جمهورية أنغولا والمملكة المغربية كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة وكذا بين وكالتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة السلام عليكم جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي الأنباء لدي سؤالين السؤال الأول يتعلق بوجود لجنة مكلفة بإيجاد حل النظام الأساسي المتعلق برجال التعليم هل هناك اجتماعات خاصة لهذه اللجنة وما هي الأمور التي يمكن أن تناقشها في أفق إيجاد حل هذه المشكلة الذي يعاني منه التلاميذ والأسرة التعليمية السؤال الثاني يتعلق بالملح المقدمة لضحايا زيزال الحوز أين وصلت الإجراءات الخاصة بهذا الملح المقدمة للضحايا زيزال الحوز الذي أصاب العديد من مناطق المملكة شكرا 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 أولا بخصوص الموضوع الأول المتعلق بموضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع أسرات رجال ونساء التعليم أولا هذا الموضوع حاضية بمناقشة مستفيدة وبمناقشة عامقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة وطبعا سيد رئيس الحكومة حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية وأيضا بكل ما يتطلبه من الاهتمام ولن موضوع ذي الحوار الحكومة كانت حريصة دائما ومنذ الأيوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم وسيد رئيس الحكومة في اجتماعي الأغلبية الذي انعقد مؤخرا عين لجنة تتكون من سيد الوزير القطاع المعني وأيضا من سيد الوزير المكلف بالميزانية والسيد الوزير المكلف بالشغل الحكومة الآن موجودة واللجنة موجودة وهي مستعدة للجلوس حول هذا الموضوع بسرعة ووقت ما عبر هؤلاء النقابات وكل المهتمين بهذا المجال برغبتهم في ذلك فالحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تتير تخوفات رجال التعليم طبعا الاجتماع الغاية منه هو تجويد هذا النص تبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل طبعا حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسمهم فالحكومة مستعدة ومنذ إذن ما قلت منذ اليوم الأول الذي عين فيه السيد رئيس الحكومة هذه اللجنة للإشتغال بأفق من الاستماعي والحواري والإنصاطي والتشاوري من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف طموحات لطموحاتنا جميعا في إقرار الجودة التي نطمح لها جميعا حكومة ومختلف رجال ونساء التعليم بخصوص الإجراءات المرتبطة بزلزل الحوز أولا يجب تمييز بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والتي هي إجراءات كثيرة ومتعددة الهدف منها هو عودة يعني البنية التحتية بشكل سريع إلى مستوى الأداء قبل زلزال الحوز هذا عمل تقوم به الحكومة المؤسسة المكلفة وهي مؤسسة الحوز تمت المصادقة على القانون الصفقات المتعلقة بالقطاعات المتضررة تم إطلاقها وهناك اشتغال دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال في أفق طبعا تطبيق لهذه الرؤية الجديدة التي أقرها جلالة المالك واللي الغلاف المالي ديلها 120 مليار درهم بخصوص الدعم المباشر كان جوج الأنواع ديال الدعم كان الدعم الذي يتعلق بـ 2500 درهم لكل يعني الأشخاص الذين تضرروا والأسار وكان الدعم الثاني المرتبط طبعا الدعم الأول بالنسبة للمنازل اللي عندها يعني واحد إنهيار جزئي والمحدد في 80 ألف درهم أو للمنازل اللي عندها إنهيار كامل والمحدد في 140 ألف درهم بخصوص 2500 درهم كنت أعطيت الرقم الذي يتعلق بشهر أكتوبر في مناسبة سابقة إذن كنت تكلمت عليه 27753 عدد الملفات التي تم يعني معالجتها الذين تلقوا 2500 درهم خلال شهر أكتوبر بالضبط هي 25 ألف 2228 مستفيد بخصوص الشهر نوفمبر لناتش يتم يتم أولا بأول وفور التوصل بهذه الملفات بمعنى أنه العدد الأكتوبر أنا تكلمت عليه عدد الملفات التي تم توصل بها ومعالجتها أنا تكلمت عليها وهي 27753 لكن التي تم يعني أداؤها 251228 هناك يعني بحد النسبة 92% هناك ملفات التي ربما يكون بعد المشاكل التقنية لكن سوف يتم معالجة كل هذه الملفات بخصوص الشهر نوفمبر إلى حدود 13 إلى حدود يعني أولى قبل أمس إلى حدود 13 من هذا الشهر عدد الملفات المتوصل بها 24573 عدد الملفات التي تم تأديتها 23931 بالنسبة الإنجاز 97% طبعا سوف يتم معالجة الملفات التي سوف تتلقاها المصالح المختصة أولة بأول بخصوص الآن الدعم المتعلق بإعادة البناء المنازل التي انهارت بشكل جزئي والمتمثل في 80 ألف درهم تم إقرار دفعة أولى التي هي المبلغ لها 20 ألف درهم عدد الملفات تقريبا التي تمت توصر بها حوالي 6000 ملف لحد الآن يتم معالجة هذه الملفات إلى حد الآن تمت أداء 3226 ملف بنسبة 55 والعمل كما قلت هو مستمر من أجل معالجة مختلف هذه الملفات والملفات التي سوف يتم التوصل بها مستقبلا شكرا ترجمة نانسي قنقر